على بودي 45 كيلومتر من عاصمة ولاية البويرة تقع قرية أغلال ببلدية العجيبة منطقة تفتقد لأدنى الضرورية فبهذه القرية الصغيرة تنتهي الحياة لا غاز ولا كهرباء وانعدم مياه الشرب زاد الأمور تعقيدا أزمة السكن بالمنطقة زادت حياة السكان غساوة أما المدرسة الابتدائية الوحيدة في القرية فقد أغلقت السنة الماضية بعد أن هجرها التلاميذ مسؤولو البلدية لازالوا يتغنون بالمشاريع التنموية التي لم تتجسد بعد على أرض الواقع أدوغل غرسة غويلال سعانا نمو بروبلم لكي يسعى فيتوسط لكي يسعى فيتوسط لكي يسعى فيتوسط لكي يسعى فيتوسط نكون نزل فكاننا نقضي أم مليار سانسون باشا دعوذنا يركلها كي يسعى فيه الغاز 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 أفكتف موسط يعني أن يكونوا بروجيت إن شاء الله لكي يمكن أن يتسوخ ذا فإذا نسي ثنيري أضرحنا لما يسعى غرسة غويلال قبل 15 سنة من الآن اضطر سكان هذه القرية إلى الهجرة نحو المناطق المجاورة بسبب عدم الأمن خلال العشرية السوداء لكن الكثيرون منهم عادوا إلى الديار مجدداً بحثاً عن حياة جديدة وهم يأملون أن تتحرك ضمائر المسؤولين لإعادة الحياة مجدداً لهذه المنطقة